يفتتح الاتحاد الاوروبي بعد غد الاحد مقر بعثته لدى الكويت بحضور الممثلة العليا للاتحاد لشؤون الخارجية السياسية والامنية نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فدريكا موغريني التي تصل الى البلاد غدا السبت وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي ان افتتاح مقر البعثة سيكون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد واضف ان افتتاح المقر يشكل مرحلة مهمة في العلاقات الثنائية التي تشهد زخما كبيرا ويسهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتقارب في الملفات والقضايا الثنائية والدولية